في تطور جديد للأزمة بين تايواني والصين نشرت وزارة الدفاع التايوانية لقطات لطائراتها المقاتلة وهي تقلع لدوريات جوية قتالية من قاعدتين في تاي تشونغ وهوالين بعد يوم واحد من تنفيذ بكين تدريبات عسكرية في جميع أنحاء الجزيرة التحركات العسكرية التايوانية تأتي بتزامن مع تحليق مقاتلات وسفن تابعة للجيش الصيني لإجراء تدريبات حول تاي بي بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية كما اتهمت الصين باختراق الخط الفاصل في مضيق تايوان بمقاتلات صينية دخلت منطقة الدفاعات الجوية الجنوبية الغربية للجزيرة الجيش التايواني أكد أنه يراقب عن كثب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أنشطة الجيش الصيني لافتا إلى أن تاي بي لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى الصراع ونددت بهذه الأنشطة معتبرة أنها استفزازية على الجانب الآخر خرج المتحدث العسكري الصيني شي يي ليعلن أن الدوريات الجوية والبحارية المشتركة والتدريبات العسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان تهدف إلى اختبار قدرة الجيش على السيطرة على مجالات جوية وبحرية والقتال في ظروف معارك حقيقية ومع تصاعد التوتر بين الجانبين جدد نائب رئيسة تايوان ويليام لاي انتقاده للصين وأكد أن بلاده ليست جزءا منها في مطالب بكين بعدم تدخلها في الانتخابات الرئاسية لتايبي لافتا إلى أنها لا تقرر من سيفوز في الانتخابات